السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعدوهم حياكم الله بفيديو جديد للقناة خواطر الفكرية ان شاء الله بهذا الفيديو راح ننقل كلام من الشيخ الفاضل عمار الشوالي وهو يثبت ان ابا طالب مؤمن ومسلم وموحد ومن كلام ابن تيمية لان الشيخ عمار الشوالي سيثبت نعم من كلام ابن تيمية في احد المصادر التي سيذكرها واللي ان شاء الله راح اذكر لكم يعني الشاهد منها والمصدر الذي ذكره الشيخ بالاضافة الى الكلام نصا ان ابا طالب ما معنى الكلام عفوا ما معنى الكلام ان ابا طالب هو الذي سنى سنة التي قام به رسول الله صلى الله عليه وعليه بالتعبود في غار حراء اخواني اخواتي تفاصيل اكثر بهذا الفيديو لنشاهد كيف دافع الوهابي عن كفر ابو طالب او ابي طالب عليه السلام وجعله من الكافرين فقط بغضا بالامام علي عليه السلام تفاصيل اكثر بهذا الفيديو نستمع ونعقب فخليكم ان شاء الله مع تمام اشتركوا في القناة لا كان يعبد الاصنام كان مشركا هل هذا يسعفه؟ يعني لهو يؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم لا يعبد الله ويعبد الاصنام هل هذا يسعفه؟ طيب الان شوى بالراحة بالراحة عليه واحدة واحدة حاضر والله انا بصر انا افتحت الكاميرا الان انا باتحك مع ايدي وفش بشكل ان شاء الله اتمنى ان تبقى تضحك من نهاية الفيديو انا اسألك الان هل مات ملحدا لا يؤمن بوجود اله ام كان يعبد الله الواحد الاحد ويعبد معه الاصنام؟ لا لم يكن يعبد الله الواحد الاحد يعلم ان الله موجود بقول الله تعالى لان يقع عليه ما يقع على قريش ولين سألتهم من خلق السماوات وارض لا يقولن الله ابو عمر ابو عمر انا اسألك لم اسألك عن المعرفة بس لحظة انا بيين لك السؤال يعلم بوجود الله سبحانه وتعالى و لكن لا يعبد الله عزيزي ما اتخلم اقول العبادة هل كان المشرك هو الذي يعبد الله و يشرك بعبادة ليه الهة اخرى صح لا مصح؟ نعم طيب ابو طالب كان مشركا يعبد الله ويعبد الاهله معه ام كان كافرا ملحدا بالله بقول علي ابن ابي طالب كان كافرا ولكن ليس ملحد لانه يعلم بوجود الله سبحانه وتعالى يعني ما كان مشركا يعبد الله ويعبد الاصنام كان كافرا كان يعبد الاصنام يعلم بوجود الله اعرف انكم تقولون استاذ العزيز اعرف انكم تقولون انه كان يعبد الاصنام هل كان مع الأصنام يعبد الله أم لا سؤالي واضح جدا كان لا يعبد الله يعبد الأصنام فقط أحسنت جزاك الله خير إذن كيف تقولون بأن أبا طالب هو الذي سنى سنة الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه ثم تبعه النبي في ذلك قالها ابن تانية قالها ابن تانية نعم فين أبقى فين قابل ابن تانية كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء المجلد الأول صفحة 228 يقول وكانوا يتعبدون بالطواف والحج وكان هو يتعبد بذلك يعني النبي وكان أبو طالب قد سنى لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه وكان النبي قبل النبوة يتعبد فيه وفيه أمزل حجم الوحي لحظة لحظة كما هو في الصعود حيث الحديث عائشة يلا نعم نعم نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء أنا ما أتكلم عن النبي لا لا أتكلم عن أبي طالب كيف سنى كيف سنى ولكن هو بس لحظة لحظة أنا أبو طالب الذي سنى لا أزالك وانا نشوف أبن تيمية يقول وانا يعني علي ابن طالب كذب لما قال للنبي يا حبيبي طيب طيب اسمع 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 نناقش كل دليل على حد أنت الآن أجبني من كتبك طيب الآن اسمعني بس خيأة أكمل سؤالي لحمة أنت قلت بأن أبو طالب كان كافرا طيب طيب كيف لهذا الكافر أن يسمى سمة عبادة الله الواحد الأحد في غار حراء قبل الإسلام حتى تبعه النبي في هذه السمة تفضل أولا لم يلفد ذلك أن أبو طالب هو الذي سنى لا أنا ما قلت بإمكاني يقال طيب ما شاء أنا أراجع أقول بإمكاني يلا الآن راجع يلا أنا أمسخل على البوغل لا تنهي الحوار يلا لا لا أنا مش هرقه الآن الآن متى أصلا أبو طالب ما الذي قال لا لا هذا إنجان تجاوب عليه إجان لا 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 هذا إجان إجان هذا مدمر متى أسلم أبو طالب ما لدفع اروح رجع على أبو طالب الآن أنت ترمي شيخك لا لا متى أسلم أبو طالب اسمع اسمع الأصح أن تقول متى أسلم أبو طالب اسمع متى أسلم أبو طالب اسمعني أولا باللغة العربية يقال متى أسلم أبو طالب لأن أبو فاعل مو أبو طالب ثانيا أنت الآن رميت دينك بمقتل ورميت شيخك ابن تيمية بنقتل حيث نسبت له الجهل ابن تيمية يقول أن الذي سن لهم الصعود للغار هو أبو طالب إنت الآن ردنا على هذا الإلزام إذا رديت هذا الإلزام انتهى الأمر وثبت كفر أبي طالب عد هذا الإلزام وبعد ذلك انتقل إلى سؤال طالب يعني أنت الآن إنت أعبك إجابة متى أصلاً أبو طالب كما أخوانك أبو طالب هاي مرتين عيدك الذي في البست جميعا ما عندهم إجابة على الآية أبو أمار أبو أمار اسمعني اسمعني اسمع يا حدي السؤال المبادرة إلي وأنت في الصعب عندي أنت الآن معلك بين اسمعني السؤال كان عندي لم يستطع أحدنا المسلمين أن يجيب عليه طيب أنت الآن أصعد طبعا عفوا اذهب وقتنا بقول ابن تيمية ورد على قول ابن تيمية وبعد ذلك نعيدك بأن ننتقل إلى السؤال الآخر إما أن تقول أن ابن تيمية كان اسمع إما أن تقول أن ابن تيمية كان كاذباً أو جاهلاً واضح؟ أو مشتبهاً تفضل شيخ أمار شيخ أمار ممكن سؤال؟ طيب بس لاحظة شيخ أمار تفضل لحظة حالياً حالياً عند مكتبة مكتبة موجودة عندهم موجودة الكتب كلها هو يقول أني عندي مكتبة كل اللي الكتب عندي لا ما يحتاجي دخل هناك جوجل يكتب كتاب aalون عندك للا حاندي القتب خبر الله إدعا لا ما انج تبريك ب Santo هذا الكتاب ما عندك هذا الكتاب ولكن هذا عندك الكتاب لا لا لاه ما عندش الكتاب و направدي عندي كتب كثيرة ادخل إلى الدور الآن يا عزيزي أفتح للك كاميرا تشوف الكتاب أفتح للك كاميرا تشوف الكتاب اتظله يا عبد كبر ككر يا يا عبد يا عبد لم اتفتح الكاميرا لم هو كفيرة هدا من كفت المال بكث مين رد على السئلة الأول أنا بسألها هذا كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء تأليف أحمد بن عبد الحليل بن عبد السلام بن تيمين يا جزء المجلد الأول فين الآية صفحة 228 يقول وكانوا يتعبدون بالطواف والحج وكان هو يتعبد بذلك يعني النبي وكان أبو طالب قد سن لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه وكان النبي قبل النبوة يتعبد فيه وفيه أنزل وفيه أنزل عليه الوحي كما هو في الصحيحين من حديث عائشة يلا هذا أمامك الآن تفضل الآن ما يسمع أبو طالب الحقيقي إذا ما تجاوب على الإسلام ما تجاوبك عن إسؤال Ja Lim ما أدخل ما أسمع أبو طالب الحقيقي طيب أنا الآن لو فرضت أبوي سماني عبد الشيطان شر دخلي أنا بالموضوع ولا تزير وازرة الموضوع أخرى لو كان اسمع عبد المناف اسمع 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 الجواب يا عزيزي لا خليني كتمونك فضل أنا كمان تقولون أن أبا طالب طيب طيب اسمع تقولون أن أبا طالب كان اسمه عبد المناف ومناف وصلنا من الأصناع لو تنزلنا وقلنا بذلك أقول فما ذنب أبي طالب بهذه التسمية إنسان ما هو أبو لو أنا أبوي سماني عبد الشيطان والعياذ بالله فما دخلي أنا الذنب ذنب أبي ربما نكون مؤمن أكثر من أبي وأكثر من الناس بأجمعهم الآن نرجع إلى قول ابن كيمية لا تهرب من هذا السؤال تفضل يعني أنت الآن أثبت خلاص ردنا خليل أنت الآن أثبت قفر عبد المطالب لا لا ما أثبت تقول تنزل لا 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 تتلعى تشعر الآن مش هنطاقب مش هنطاقب أنت الآن قلت لا زنبي أنا خلاص شوف أبو عمر خلي من الدول لأن أنت أصلا ما أبطالب أبو كرار هذا ما عندك شيء ما عندك شيء نزل نزل ما عندك شيء روح الله يا كريم روح بعثنا علماء يلا يلا أخويا الله يا كريم يلا أخويا الله يا كريم حياكم الله من جديد أخواني يا أخواتي مثل ما شاهدتم أنا خليت لكم المصدر وخليت لكم أيضا الكلام الشيخ عمار الشوري تعقبات الشيخ عمار الشوري وهابي لم يكتفي إلا أو اكتفى بقول أنا سأراجع أنا لا أستطيع أنا لا أقرأ أنا لا أفهم أنا وأنا اليوم لما تسأل الشخص المخالف وتقول له مثلا اليوم الشيعة عنده موقف واضح ضد بعض من زوجات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول كيف أمه يا أمه زوجة الرسول فراش الرسول كيف بأنه كيف يكون كيف يكون أو تكون مثلا منافقة تسأل نفس السؤال كيف تكون أم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كافرة فيقول لك ما هو الربط ماكو ربط بين الشخص كل شخص إلى ذنبه وإلى حسناته كل شخص غير مسؤول عن الشخص الآخر فيرجع السؤال الآخر الأول لماذا أنت تدافع وتقول عرض الرسول وفراش الرسول يجب أن تكون في الجنة وهي مزوجته في الآخر هذه التناقضات حبينا نبينها بهذا الفيديو وإثوات مهم جدا أن أبا طالب عليه السلام مسلم موحد كما قال ابن تيمي لأن أعتقدنا بأبي طالب أعلى من هذه المراتب التي يقودونها فأخواني أخواتي لكم الحكومة في أمان الله